سلام الله عليكم أخواتي الكريمات مرحبا بكم في فيديو جديد من قناة أم ريحنا وإمران للتداوي بالأعشاب الطبيعي وصفتنا اليوم بإذن الله تعالى هي لكل من تعاني من تكيس المبايض وصفتنا اليوم أيضا تفتح قناة فالوب وتنظف الراحم تعالج جميع الالتهابات الموجودة في الراحم تقوّل جدار الراحم وتسهل تلقيح البويضة تقوّل أيضا البويضة وتسهل الحمل إذن وبدون إطالان أمر لمكونات وصفتنا اليوم والتي سنحتاج فيها إلى ثلاث مكونات أساسية أولا سنحتاج إلى الزعفاران أو زعفران الحر والمكون الثاني وهو المكون السحري القرنفل أو المسمار والمكون الثالث وهو الزبيب الأسود وهذا التلاتي أخوات الكريمات من بين أقوى العناصر التي ترفع من حضوض الحمل بسرعة من الاستعمال الأول تعالج العقمة لدى الرجال وترفع مستوى الإخصاب لدى الرجال وتضبط الهرمونات الدكورية والأنتوية أيضا إذن وبدون إطالان أمر لتحضير الوصفة سنحتاج أخواتي إلى قنينة بها لتر من الماء وسأضيف لها خمس شعيرات من الزعفاران الحر وأضيف لها أيضا خمسة عشر حبة من القرنفل أو المسمار لا أكثر ولا أقد وسأضيف أيضا أخواتي تسع حبات من الزبيب الأسود يجب أن تلتزم بالوصفة كما هي ويجب أن يكون الزبيب من النوع الأسود لنجاح الوصفة ثم بعدها نترك المكونات تنقع في الماء لمدة ليلة كاملة وهذا شكل المنقوع بعد مرور الليلة الكاملة بالنسبة لطريقة استعمال المنقوع ستتناولين أخت الكريمة كوب كل صباح بعد انتهاء الضورة الشهرية لمدة عشرة أيام متتالية أما بالنسبة للزوج فسيتناول كوب صباحا لمدة عشرين يوما متتالية هذه الوصفة ستنظم الهرمونات الذكورية والأنثوية معا وستختفي أختي الكريمة كل مشاكل التي تعيق الحمل كانت هذه أخواتي وصفتنا اليوم أتمنى أن أكون قد أفدتكم إذن لكل من استفاد من فيديو اليوم أرجو دعم هذا المحتوى بلايك ومشاركة الفيديو مع الأهل والأقارب لتعم الفائدة دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى فيديو قادم بإذن الله تعالى